اشتركوا في القناة نضالي للاتحاد الوطني للشغل المغربي الذي تقريبا منذ سنتين ونحن نخوضه أمام هذه الموجودة الغلاء الأسعار التي عرفها المغرب والتي تعتبرها غير مسبوقة منذ إيتيان هذه الحكومة في 2021 بدأنا في فاتح ماي 2022 خلال تلك التظاهرات رفعنا شعارا بأن لا بد من تسقف الأسعار لا بد من انتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية من إيقاف موجة هذه الغلاء لأنها قضت على القدرة الشرائية للمواطنين وقضت على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود وقضت على القدرة الشرائية حتى للطبقات الوسطى كذلك مستطلة لأن كما تعرف اليوم أسعار المحروقات ارتفعت بشكل مضاعف بالنسبة للأسعار للمواد الأساسية يعني كانت تضخم لها تقريبا بين 8% حتى العشرين التضخم بصيفة عامة تقريبا وصل إلى 6% وصل إلى 6% الحكومة بقيت عاجزة أمام هذا الوضع المخيف والذي أدى إلى احتقان اجتماعي كما تعرفون احتقان اجتماعي بدأ ب احتجاج الأساتذة رجال التعليم تقريبا كما تعرفون توقف الأساتذة خلال السنة الماضية خلال تقريبا 13 سنة 2023 تابعه كذلك اليوم قطع الصحة الموظفون المتصرفون كذلك رجال جماعة المحلية وغيرها من القطاعات كلها تحتج اليوم لأنها مست في قدرتها الشرائية وتطالب بتحسين أوضاعها المادية انطلاقا من معالجات وإعادة نظر في أنظمتها الأساسية ولكن المقصود وأن القدرة الشرائية لهم لهذه الطابقة الوسطى للموظفين للمتقاعدين لأدوة الدخل المحدود للفئات للشعر كلها يعني مست نتيجة لهذه الغلاء هذه الأسعار ونحن مشي على النقابة التي نقولها آخر تقرار هذه المندوبية السامية التخطيط كما تعرف الذي خرج خلال الماي رأى نشرت أرقام ومؤشرات يعني مخيفة كتقول لك بيننا 70.1% من الأسر المغربية تجد صعوبة في تغطية نفقتها تقرار لخرج الأخير اللي عمل بين 2022 إلى 2023 75.1% من أرباب الأسر اعتبروا أن مستوى معيشاتهم عرف تدهورا 75% عرف تدهورا مقارنة مع ما قبل أحداث الكورونا 2019 إلى آخر يعني الأرقام الطبرة المؤشرة تدني المؤشرات الاجتماعية دينا لا في التعليم لا في الصحة لا في غيرها من المؤشرات هذه كلها يعني بالنسبة لنا يعني قمنا كما قلت منذ 2022 ونحن ننبيه الحكومة إلى هذا الموضوع فاتخذت بعد الإجراءات كما قلت يرغم ما تشيلت كل التعليم هذه الزيادات الزيادة اللي وقعت بالنسبة يعني الموظفين بدأت برجال التعليم وبدأت برجال الصحة الأطباء بدأت بأسات التعليم العالي وبدأت بأطور ذي الصحة الدكتور ثم بعد ذلك وصلت إلى رجال التعليم رجال التعليم أرادت يعني تعوضهم على يعني على السنوات السابقة وعلى المشاكل اللي كانوا كاملون ولكن الآن بعد ذلك قررت أن تزيد زيادة الأخيرة لزيادة الموظفين ولكن هذه زيادة اللي كانت زيادة الموظفين بالنسبة الرجال التعليم يقول لك لا يستبدو منها لأن نستبدو من هذه الزيادة اللي هو لدي أين هم المتقاعدون حتى بالنسبة للقطاع الخاص يلا همشون زادوا السميك صحاب السميك وسمك واختشع يبدو معهم عام 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 ولكن عموم المواطنين عموم الناس عموم الدخل المواطنين وحتى الطبقة الوسطة وكلها مست بهذه الأسعار وبهذا الغلاء الأسعار وبالتالي اعتبرنا بعد هذه قارة الزيادة الأخيرة التي عملت فاتح مال الخير نعمل بيان كالتحاد وطن الشرط المغرية وعتبرنا أن هذه الزيادات غير مكافئة للغلاء الأسعار غير مكافئة للتدخم لأن النسبة للتدخم كما قلت 6% وبعض المواد تقريبا زدت فيها 200% كيف تزيد الآن 500 درهم بعد سنتين تم الإجاز على القدرة الشرائية وابتدأ المنويوليوز الآن مقبيل عدد يزيد 500 درهم والأول 2025 الأخرى عدد زد 500 درهم في حين الآن القدرة الشرائية المواطنين تم الإجاز عليها المفروض على الحكومة أن تتخذ إجراءات أخرى المغاشرة التي تتكلم عنه مثل تثقيف الأسعار التي تتكلم عنه مثل كذلك مراجعة الهوامش للأرباح للشركة للمحروقات والشركة الموردة والشركة المستوردة وغيرها من المقاولات التي يرى بحث سواء أثناء كورونا أو طلعت الأرقام المؤشرات الأرقام المعاملة ما بعد كورونا كان الحكومة أن تراجع قد يدير الضريبة على الدخل لأنك تلقى من الأولى الموظفين الضريبة على الدخل خاصة تراجع هذا الموظف أو الأجير صفحة ما يؤدي ضريبته على الدخل ويؤدي الضريبة على القيمة المضافة لما يشتري أو يستهلك أي منتوج يؤدي إلى اثنين وبالتالي الأجير هو الحرقة أضعف اليوم أمام الإجراءات والتدابير الضريبية التي تتخذ هذه الحكومة وبالتالي نقمنا في السنة الماضية نقمنا بمجموعة من الوقفات اليوم كذلك خلال هذه الشهرة عمنا وقفات المستوى الأقالي واليوم سنقوم بوقفة احتجاجية أمام برلمان يوم الأحد لنعبر عن معاناة الشغيلة وعن معاناة المواطنين وعن معاناة المغاربة من هذه الغلاد الأسعار وفي الأخير عشتوا لحظة عشنا كاملين حتى عيد الأضحان المباركe عيد الأضحان المباركe 類 يسمى وا المغاربة العيد الكبير اللي يتمكن منه في المواطن المغاربة يتمكن من طانجة حتى الزاقرة في العيد الكبير ويتنكن من القرقالات حتى الوجدة علش لأن هذا يعطب العيد الكبير ويأتي المواطن يفرح مع العائلة و lineage ووالد daring وامar بعض الأضحية التي يعتبرها مناسبة كتجمع عائلي وتقربة إلى الله حتى هذا العيد وحتى هذه الأكباش حتى هذه الأضحية لم تسلم من المزايدات ولم تسلم من المضاربة وانتم ما شتوك كل مواطنين عرفوا بأنها نسبة كبيرة من المواطنين لم يستطيعوا أن يذبحوا أضحيتهم ولم يستطيعوا أن يقدموا يعني كما يقول الأضحية لعائلتهم ولأسرتهم وبالتالي هذه مؤشرات يعني بالنسبة لنا غير اجتماعية مؤشرات غير سليمة مؤشرات تدعونا كاملين تدعونا كمركزيات نقابيات كجمعية مهانية كجمعية حماية المستهلك كل معنيين بالاستهلاك يعني في المغرب مدعوون إلى مطالبة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية لإيقاف هذه الموجة دي الغلادية الأسعار لأنها تؤدي إلى احتقان اجتماعي قد تكون تدعيته لا قدر الله غير محمودة ونحن لا نريدها بالنسبة لوطنين نحن كما كما كتعرف احنا أولا كمركزيات نقابية كتنضمنا كتنضم العمل دينا كتنضم يعني الأنشطة دينا والأشرة كتنضم المادة ثمانية من الدستور اللي كتعطي من دوست المغربي دي 2018 اللي اعطات لمركزيات نقابية باش تقوم بالدفاع على الحقوق وعلى المكتسبات دي الشغيلة المغربية وعلى الحقوق دي المهنيين ودي الحرفيين ومن أجل تحسين الأجور دي لهم من أجل تحسين الظروف دي العمل دي لهم من أجل تحسين الظروف دي الاجتماعية دي الأسر دي لهم هذه تقريبا يعني دستورية لمركزيات النقابية كذلك أعطاها القانون بأنها كتمثل في الغرفة كتمثل في الغرفة التانية وعطاها كذلك كتمثل الأجراء يعني في اللي جان التنائية وكتمثل الأجراء في اللي جان يعني إذا قلنا اللي جان دي الحوار على المستوى المقاولة والتفاوض على المستوى المقاولة والمفاوضة الجامعية وغيرها من صلاحيات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الجيائي وعلى المستوى الوطن وكذلك مدونة شغل أعطات مركزية النقابية مجموعة الصلاحيات ومجموعة الاختصاصات ومجموعة الأعمال التي يكفلها للقانون في إطار حماية الحماية الاجتماعية للشغيلة المغربية الحماية حقوقها لحماية مكتسباتها لحماية الظروف العمل من أجل تحسن الظروف والدخل ومن أجل كرامة المواطنين العامين هذا هو الإطار القانوني الذي نعمل فيه نحن كمركزية نقابية بالفعل نحن علاقتنا كما تكلمتي مع الحكومة الحالية نحن منذ كما قلنا منذ تنصيبها عقدنا مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء مع استقبلنا هنا وزير في هذا المقر وزير الشغل وزير التشغيل وزرنا كذلك في إطار الحكومة الجادية وزرنا وزير الداخلية وزرنا وزير الجهيز عقدنا لقاء مع وزير الفلاحة عقدنا لقاء مع وزير العدل عقدنا لقاء كذلك مع الوزراء أغلب الوزراء عقدنا معهم اجتماعات الوزر المكلب العلاقات مع البرلمان وغيرهم من الوزراء عقدنا معهم اجتماعات يعني دقنا في نص الوقت هنئناهم بابتقى المولوية صاحب الجلالة يعني في تنصيبهم الحكومة ووليهم مسؤولية الوزراء وفي نص الوقت يعني أبلغناهم استعدادنا نحن كاتحاد للحوار للتواصل من أجل تحسين ظروف ذي الشغلة ومن أجل المساهمة نحن كمركزية نقابية كاتحاد وطني للشغل المريب من أجل المساهمة يعني كفاعل نقابي وكمركزية نقابية من أجل المساهمة في مجابهة كل التحديات التي يعني تخوضها بلادنا وبلادنا التي تقف أمامنا سواء نحن بالنسبة لنا القضية الوطنية الأولى بالنسبة للوحدة الترابية نحن نقوم بعمل يعني ديبلوماسي كبير سواء لا العمل التأطيري اللي كنقوم بداخل ولا كذلك العمل الديبلوماسي الموازي اللي كنقوم به في عدة مؤتمرات وعدة ملتقايات خارجية اللي كن دائما كندفع على الوحدة الترابية للبلادنا والقضية الترابية للبلادنا ثم كذلك يعني نقوم بدورنا في التأطير هنا في التأطير العمال في تفاوض عندنا مفاوضات جماعية ونحن كالتحاد وطني شون غريب تقريبا راح نحصلنا على تقريبا شيء 2700 تبندو بالقطاع العام والقطاع الخاص كان من المفروض عن الحكومة لما جاءت تعمل واحد مقاربة تشاركية مثل ما كانت تعمل الحكومات السابقة نحن تقريبا جبنا فوق 6.6% في القطاع الخاص وجبنا بين القطاع الخاص والقطاع العام تقريبا 5.75% إذن من الناحية التأويل الديمقراطي اللي كان عند الحكومات السابقة نحن كنا نشاركه في الحوارات المركزية الحوارات الاجتماعية منذ 1997 ونحن نوقع المحاضر ونوقع الاتفاقيات الحوارات الاجتماعية وغيرها يعني وقعناه في عهد ليوسفي كنا حاضرين في عهد كذلك جطو في عهد عباس الفاسي وكذلك في عهد بن كيران وفي عهد السعد العثماني جسد الحكومات مع الأسف عملت واحد مقاربة إقصائية مقاربة يعني لو نقوله استفراد بوحد ثلاثة المركزية النقابية كتحاور معهم وكتقرر معهم ونحن ندب الآن كمركزية النقابية اللي عندها 2780 دوم وعندها جوج المستشارين في مجلس المستشارين وعندنا كذلك حاضرين في المجلس قصادية الاجتماعية البيئي كنا حاضرين في مجلس الوظيفة العمومية كنا حاضرين في مجلس إدارة صندق الوطني كنا حاضرين في مجلس الوطني كنا حاضرين في مجموعة من التعضو كنا حاضرين في مجموعة من مؤسسات الأعمال الاجتماعية هذه المركزية النقابية اللي حاضرها في هذه المؤسسات كلها كتجهد الحكومة كتديروا حد تأويل غير ديمقراطي لواحد المادة اللي بشتليها في المدوانة ديال الشغل اللي كتقول لك تجيب ستاة في المياه في القطاع العام والقطاع الخاص بما أننا نحن الآن خمسة فاصلة خمسة سوئة قد كبجوج يعني يعني ولكن نحن فتنادبها ستاة في المياه في القطاع الخاص ورغم ذلك عملتها التعويل وبدأت كتتحاور مع ثلاثة المركزيات النقابية وحنا بالمناسبة حتجين على هذا المقاربة الحكومية وحتجين عليها وعملنا يعني مرسلات لما اصدرت مرسوم العضوية ديال المجلس الاقتصادي الاجتماعي والباقي بحيث قصتنا من التمتيلية فيه لما عملت بالمناسبة المجلس على التعليم أقصت الاتحاد الوطني من التمتيلية فيه وبشتل جابت واحد الممتيل ديال واحد المركزيات النقابية اللي جاءت ورانا في الترتيب وجابته وعملته العضوية إذن هذه المقاربة الإقصائية اللي قامت بها الحكومة تقوم بها الحكومة توجهنا توجه الاتحاد الوطني للشوم ولكن نحن استنكرناها ونستنكرها وكما قلنا نحن عنا حتى يعني التاجعنا لجميع الوسائل القانونية والمشروعة باش نخدوا حقنا ونحن اليوم بالمناسبة عبركم اليوم نحن الآن مقبلين على مجلس إدارة الصندق الوطني من الضمان الاجتماعي وهو ما الآن رسلوا النقابات ونحن لم نتوصل بمراسلة حول الموضوع نحن رسلنا اليوم رئيس الحكومة ورسلنا وزير التشغيل ورسلنا وزيرة المالية بحكمة النتائية مفوضة في هذا الموضوع رسلنا لكي يتدارك وأن لا يتم عمالية الإقصاء للاتحاد من هذه العضوية لأننا بالنسبة للسنة السلس هو مكلف بالقطاع الخاص نحن جايبين فوق استافل من القطاع الخاص إذن هذا الإقصاء ليس في صالح البلاد وبالمناسبة هذا الموضوع للانتخابات والتمتيلية وغير تمتيلية لأننا كنا رسلنا أربع نقابات نعم أربع إلا نقابة واحدة كنا رسل قبل الانتخابات في هذا الحكوم السابق ورسلنا مراسلة مجموعين كنقول للحكومة بأن منظومة الانتخابية والطرسانة القانونية المنظمة الانتخابات فيها مجموعة اختلالات وفيها مجموعة تغيرت لخصة تعالجها قبل منع إذن هذه النقابات التي وقعناها مركزية النقابية كنا مجمعين على أن فيها اختلالات وعاملة الحكومة السابقة عملت بنصف الطرسانة القانونية وخرجت هذه النتائج وفق المنظمة السابقة بهذه الاختلالات إذن النتائج ستكون كذلك تكون غير بما أن هناك تغارات وغير اختلالات لن تكون لها المصداقية الكبيرة لا تكون لها فعلا تغطي الحقيقة وللوضع جميع النقابات ومركزية النقابات والوضع الحقيقي الذي تواجه الوضع الاجتماعي الآن في المغرب كان نواجهه تدعية الكورونا كان نواجهه تدعية ندرة المياه كان نواجهه تدعية نواجهه تدعية على الوضع الاقتصادية المغربية لأن العالم الآن أصبح قرية صغيرة إذن هذه التحديات بالإضافة لقضيتنا الوطنية وعندنا تحديات كبيرة هذه البطالة الآن 13% أخيرا تقاليدين المجلس العدل للقتصاد يقول لك بأن هناك 14 مديون ما هما في التكوين ما هما في التعليم ما هما مشغالين عنا تقريبا حوالي الإغلاق واحد العادل الكبير دي المعامل فقدان واحد آلاف دي المناصب دي التشغيل واحد المجموعة التحديات والآن مقبلين على ورش دي التقاعد وإصلاح التقاعد ورش دي هذا الموضع دي قانون الإضراب المدونة دي التشغيل دي قانون نقابات وحد المجموعة الأوراش الآن يقول لك رأى الحكومة رأى تحاور ورأى تحاور مع من؟ نحن كمركزية نقابية لم تشركنا إلا في الحوار لا على القانون الإضراب لحد الآن ولا على قانون النقابات ولا على المدونة تشغيل وكيقول لك رأى هما حسب لي وصلنا أخاور قال لك رأى عاملين شي اجتماعات شي ثلاثين اجتماعات لحد الآن نحن لم نتوصل لا بالمشروع الرسمي من نظام دي القانون الإضراب ولا كذلك النقابات ولا غيره وبالتالي نحن من خلالكم ومن خلال هذا الحوار نطالب الحكومة مرة ثانية أن تراجع هذه المقاربة وبالمناسبة هناك كذلك حتى بعض الوزارات كي تبعوا هذا المقاربة بعض القطاعية بعض الوزارات مش كلهم الحمد لله كين حوار القطاعي كين حوار قطاعي على مستوى الوزارة مثلا مثلا الوزارة التعمير كين حوار قطاعي على مستوى مثلا أخيرا في الأزمة اليقعة على التعليم فعلا النداء والتحاد كذلك في الحوار قطاعي كان حوار عن مستوى وزارة الصحة كان حوار عن وزارة العالم ولكن مثلا بعض القطاعات وزارة وزارة الفلاحة لحد الآن رغم عن التمتيل رغم عن كل شيء نازال يقصي جامعة في حال الحمد لله نحن موجودين في قطاعات أخرى انتاجية في مؤسسات عمومية موجودين في المكتب الشاري في الفصفات موجودين كذلك في المكتب ديستيكيك الحديدية موجودين كذلك في مجموعة من مؤسسات العمومية ومجموعة من شركات ومقاولات القطاع الخاصة نحن مع الأسف كما قلت هذا الطريقة التي تتعامل بها الحكومة والطريقة التي تتعامل بها بعض القطاعات ومع الأسف كذلك ما يجري في بعض المرات من تضييق على الحرية النقابية ما يجري اليوم في مثلا الفطنجة عندنا كمثال قبل يوم العيد تم طرد مجموعة العمال من شركة النظافة المكومة اليوم كذلك هناك تم التضييق على مجموعة من العاملات في واحدة الشركات يعني ديال النسيج وغيرها هناك تضييق على بعض المكاتب المحلية ديالنا النقابية لما كنتم تضييق عليهم على الحرية النقابية وتهديدهم إما بالاقتطاع إما بقضية العدم التقية إما حدث في بعض القطاعات مع الأسف هذه السلوكات وهذه الأسليف منافية للدستور مخالفة للقانون يعني نطالب الحكومة مثلاً كذلك التأخر في إعطاء الوصولات يعني من بعض المكاتب يعني النقابية كي وضعوا منفذة المقانونية والسلطة المحلية في بعض المواقع ما كتعطيش مباشرة الوصولات وغيرها من السلوكات ومن الممارسات اللي بغير الحكومة ديالنا أن تراجعها تجاه العمل النقابي كله في البلاد تجاهها المشهد النقابي ونحن كاتحاد وطني الشرم غريب دائماً نمد يدنا لسواء المكونات المشهد النقابي اللي المركزيات النقابية اللي كان نسقو معها في عدة محطات مثلاً بحل محطة الآن دي القطع الصحة اليوم هذا التوقف مع الأسف اللي كان دام الآن احتقان على مستوى المستشفيات على مستوى المركز الصحية والآن نقابات بالحوار مع الوزير وتوصلوا إلى الاتفاق وموضوع عند رئيس حكومة ورئيس حكومة ما بغاش يلتزم بدك البنود للاتفاق اللي التفقوا مع وزير الصحة والنقابات وهذا الشيء ما شي معقول كيفاش الوزير رامل الحكومة هو التزم دام الآن نحن رأى مشكل الآن واقع على مستوى المشفيات خاصة المرضى دي السرطان كمثال اللي كيجو مسكن عندهم مواعيد وعندهم كده مش يعملوا بعض الحصاص وكده كيجيب كيقاو المؤسسة تعمل إضراب ولا لأطباء من المضراب قطع صحة قطع استراتيجي وقطع خطير قطع حيوي خاص الحكومة ما خصاج تعمل لعطي النسخ خطاء اللي ارتكبتوا معا لمعا دي الطلبة دي كل يطب والحكومة كتفرج فيهم والآن بقي الآن يلا بعد السنة عاد بغا تصل لشي حلول ما غيناش عالتين كذلك ضياع دي الزمن الصحي دي المغاربة عالتين من بعد وحد المدة طويلة عاد يقلس مع النزل رئيس حكومة عاد يقلس مع النقابات قطع الصحة وعاد يجي تفاوض معهم هذه المنهجية هذه المقاربة للمعالجات الملفات الاجتماعية والنقابية مقاربة غير سالمة مقاربة فاشلة يوما عن يوم كتبا الحكومة بأنها لحد الآن مقاربة فاشلة مع التعاطي مع المركزيات النقابية مش عاي معنا احنا كنت أمثلة مع الملفات الاجتماعية اللي الآن فشلت فيها الحكومة في التعاطي معه وضيعت كنضيعي واحد زمن كبير وكنعمل واحد لهضر زمني كبير ووقع في التعليم ووقع ده والآن كذلك مع الطلبة دي كل الطيب والآن هو الآن مع الرجل الصحة قطع الأطباء والمهنية قطع الصحة ما هو هناك ضروري كم طالبوا الحكومة أنها ضرورة تعيد النظر في مقارباتها في الحوار الاجتماعي مع النقابات وكذلك في معالجات الملفات الاجتماعية المطرحة الآن على المستوى الموضع نحن كمركزي اتحاد الوطن الشامر بالطبع نحن كتعرف هذا الموضوع ديال نحن الآن كأتحاد الوطن الشامر حين نحتفلنا بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطن الشامر اللي يتأسس ب1939 نحن مع حزب العدلة والتنمية أولا نشترك أولا من ناحية تاريخية مع المؤسس لأنه المؤسس واحد المؤسس ديال العدلة والتنمية والمؤسس ديال الاتحاد الوطن الشامر لأن العدلة والتنمية كان اسمها قبل والحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إذن كان قينا لو نقول علاقة تاريخية في التأسيس مع المؤسس وكذلك من بعد المؤسس لما يعني لما تم تغيض حزب العدلة والتنمية في يعني لو نقول في المرحلة هذه التسعينيات لما يعني التحقات لو نقول والتحقات واحدة مجموعة ديال الأطور والكفاءات ديال الصحوة الإسلامية والصفة عام أنا ذاك التحقات بالحركة الشعبية الدستورية الدمقراطية ودخل الحزب واحدة مرحلة جديدة وكذلك في نفس الوقت يعني الحركة النقابية والاتحاد الوطني الشمهوري والعمل النسوي والعمل الشبيبي ديالحزب كذلك عرف مرحلة جديدة من التطور من البناء من الفعالية من دينامية فعل الدكتور عبد الكريم الخطير رحمه الله وبقي يعني الحزب بمؤسساته يشتغل وبدأت المركزية النقابية الاتحاد الوطني الشمهوري كذلك يشتغل بمؤسساته منذ تقريبا هذا المرحلة التي تكملتك عليه منذ منتصف التسعينيات انتحدث المب olvides الاتحاد الوطن الشمهوري ممثل مستجام المعتصم انه دك مستشار في الغرفة الثانية من pani كان الاتحاد الوطني CMS من بعد ينبر من الربع الممثلأ في مجلس المستشار لأن الحزب كذلك عديدو مجموعة في الغرفة الثانية العلاقة التي تجمعنا الآن بين الاتحاد الوطن الشمهوري وكام كما countries ч sacrเจرف لأن بعد في الأول كان عضاء المكتب الوطني للاتحاد من ناحية المؤسساتية في هيئات الحزب كانوا مؤسساتياً عضاء في المجلس الوطني للحزب أوتوماتيكاً من يقولون يعني مؤسساتياً عضاء المكتب الوطني للاتحاد والوطني هم عضاء في المجلس الوطني للحزب ولكن بعد ذلك تقع حتى التطور يعني وصلنا لأحد العلاقة بعد ما ماقاتش هاد العملية هذه يعني مباشرة ولكن ولا تشاركة استراتيجية بين الحزب والاتحاد الوطني الشغل المريب عنده الهيئة ديالة يتخذ قرارات باستقلالية على الهيئات كما يعمل الحزب الحزب فهو عنده الهيئة ديالة يتخذ قرارات باستقلالية وقرارات مستقلة يأخذها بغض النظر على الموقف دي النقام ولكن هناك شاركة استراتيجية واتفاقية شاركة بين المؤسستين بين الهيئتين من أجل التنسيق في القضايا المجتمعية الكبرى اللي كانت تهم البلاد وفعلاً هاتشي وقع مثلاً في 2011 مثلاً كمية ألف موضوع اللي وقع ديال ديال إصلاح الدستور والدستور الجديد آنذاك وكانت كوين والله وانا قولوا سمينا آنذاك وانا جيبها من أجل إصلاح الدستور وديال إصلاح الدستور كذلك هناك محطات اللي وقع كذلك اللي يوقع فيها في التنسيق لما كان الحزب الحكومة كان تم تحدي العملية بالغرفة الثانية بممتلين للأتيحة مع الممتلين دين الحزب في الغرفة الثانية وتشكلت مجموعة واحدة كان كان يتم تنسيق عن المستوى الشرعي على المستوى العمل الحكومي على المستوى مرقبز العمل الحكومي على المستوى الدبلوماسي هناك تنصيق بين الهيئتين بين الحزب العادلة التنمية وبين وبين الاتحاد الوطني الشامر مثلا القضية التي تطرح على المستوى الوطني مثلا الموضوع المدونة الأسراء مثلا الموضوع الذي نتكلم عنه الأمور الاجتماعية التي الآن مطروحة على المستوى القضية هذه التحديات لأمام البلاد مثلا هذا الموضوع الذي وقع كمثال في الأمور الكبيرة التي نتكلم سواء مثلا القضية الوحدة دينا الوطنية قضية مثلا القضية الفلسطينية مجموعة من القضايا الكبيرة يتم تنصيق فيها ولكن تبقى لكل مؤسسة تبقى لاهيئات هيئات التقريرية التي تتخذ القرار ونحن ننصيق كذلك ننصيق طبعا لا ننصيق فاتح ماء هذا تقليد منذ عهد المؤسس الدكتور عبد الكريم خاطب رحمه الله وكذل لي إلى وقت تقول من ناحية الكمية لنعرفه وش تضررنا ولا ما تضررناش لكن تتكلم عن القرارات دي البن كيران الأولى فعاد الحكومة من لجهة الانتخابات دي الالفين وخمستاش يعني دي المجلس المستشارين عمليا رح نجبنا أربعة دي المقاعد كاتحاد وطني إن شاء الله الأول مرة كان نصلول أربعة مقاعد يعني إذن رغم القرار اللي اخداها اخذت الحكومة الحكومة اللي كانت كالأسا مستدعب للا بن كيران لا فيما يخص التقاعد ولا فيما يخص موضوع دي الإصلاح الصندوق بالمقاصة ورفع الدعم على المحلوقات الأخرى في 2015 لا الحزب ولا في حققت النقبة بجوجرح حصلوا على يعني على نتائج يعني نتائج عالية ونتائج كبيرة بيو 26 برلماني وإحنا كاتحاد حصلنا أنا ذاك على ربعات الممتلين وبالتالي من ناحية اللي بغيت تقول من هذه ناحية دواء اللي بغيت تقول واش ضرر الاتحاد من هذا بالنسبة للحكومة دي المنكرم هل يعني لم يكن رقميا وعدديا لم يكن هناك ضرر طبعا الموضوع دي التقاعد والموضوع دي التعاقود والموضوع دي والموضوع دي إصلاح صدق المقاصة وغيره من بعد من بعد هذه الانتخابات داخل المجلس وداخل افتح نقاش نقاش وطني نقاش في البلاد نقاش مجتمع فهذا الحكومة دي سعد دي العتماني للتوضيح حتى نكون بالطبع بالنسبة للموضوع دي اللي نحنا كشغيلة وكهمنا الدفاع على المصالح الشغيلة المكتسبة ديها بالنسبة الموظفين فيما يخص إصلاح التقاعد أنا داك حسب الدراسات اللي كانت مرضية بأن الصندوق سيقف على حافة الإفلس وعنصلوا للمرحلة اللي ما يقاش يقدر المتقاعد ياخد تقاعد دي إذا في الحال هذه الحكومة أنا داك اللي كانت يقود للأستاذ عبدالو كان اجتهدت وبناء لذيك الدراسات اخذت على القرارة دي الإصلاح عياري يعني ما أقول إصلاح مرحلة إصلاح جزئي باش ما يوقفش هذاك إصلاح للصندوق للتقاعد لتأدي لمعاشات المتقاعدين الصندوق المغربي للتقاعد ويخصنا نصلحه كانت عدة مقترحات كيفاش هذاك الإصلاح دي ومنها الموضوع دي تمديد دي التقاعد ب63 وكذلك الرفع من المساهمة دي الرفع من المساهمة وتقلص كذلك من المعاشات إلى آخر الأمور اللي كانت بالنمو بعد الحيوار اللي قام عن نقابات المركزية النقابية ركن واحد المقترح مع الأسف اللي كانت في الأول كانوا النقابات كانوا بغوا يأيدوه وأنه هذيك المساهمة اللي كأديها الموظف ركنت تغطيها واحد زيادة كان عيقوم بها أو عن واحد النقطة كان يمكن أن نقصوها من الضربة على الدخل كانت ممكن تغطي هذه العملية دي المساهمة دي الأجير في صندوق دي المغرب التقع الحصة دياله والحكومة تقوم يعني لو أنا قلوه بأداء السهم دياله أو بأداء الجزء دياله اللي كأديه في المعاش لكن مع الأسف النقابات ما ما عرفش علش ما رغم أن هذا الحل أراه كان لم يكن سيكلف الأجير يعني لن يكلفه شيئا من أحيان كانت تكلمان على الموضوع ديال المساهمة لو كانت تم على الاتفاق ما كانش عايقدي الموظف ما كانش عايقدي هذه ذيك الزيادة لأن كانت عايقون مقابل دياله إما الزيادة في الأجر وإما ذاك الواحد في المئة النقص ديال الدريبة على الدخل كذلك في الموضوع كان النقاش في الموضوع ديال الزيادة في سن التقاعد الموقف ديالنا ديال الاتحاد وطن الشر وان عمله ان يكون اختياريا هذا ولي كان الموقف ديالنا كالتحاد هو ان يكون الموضوع اختياري بالنسبة للموظف اللي بغي يكمل 63 يكمل يكمل 61 يكمل يكمل 2 يكمل ما يكونش فرض على الموظف لان بالمناسبة ركين موظفين وكان اللي يطلبوا ويوصلوا 62 ويطلبوا قبل ما يكون قاعد لإصلاح ديال 33 سن ركين ويطلبوا يمدوا المدد العامة ويزيدوا وخوصل تقاعد 62 كان اللي يطلب 62 كان اللي بالمناسبة بالنسبة للتعليم للتعليم العالي وكذا كان عندهم فوق ركين القلبان كان كما قل هذا هو الموقف للاتحاد الموطني للشغل آنذاك بالطبع بالطبع من يعني لو بغانا نقول في إطار المنافسة أو في إطار تدافع بين النقابات وبين الأحزاب السياسية وبين السراعات السياسية داخل الأحزاب وبين الأحزاب السياسية سواء خلال المرحلة الثانية مع سعد للأثماني أو في انتخابات للألف 2021 وفي إطار كذلك التدافع للنقابات دائما يحملوا العدالة والتنمية هذا الموضوع للإصلاح للتقال كذلك في نفس الموضوع الموضوع للتعاقد لما كانوا الشباب المجازين كانوا المشكلة العطالة و كانوا العدد كبير للشباب الخرجين في الحكومة لقد أخذت القرار لكي تعمل معه نظام للتعاقد تخرجهم منه لأنه لم يكن تسمح المناصب الوظيفة العموية و الميزانية للدولة لم يكن تسمح لكي نوضف لكي تخريجين كاملين و اخترت الحكومة اخترت التعاقد لكي على الأقل مجروا الشباب نخرجهم من البطارة و ندروا لهم تكوين على مستوى التعليم كان اختيار كان تدبير الحكومة الحكومة كاملة و اخترت الاختيار و لم يكن هذا الموضوع لدينا التعاقد اذا هذا اختيار اخترت الحكومة من اجل التعاقد و بالطبع المعنيين في الأول كانوا يقبلوا التعاقد و يوقعوا عليه الاخر و لكن من اللي يدخل يبدأ يشتغل يقول لكي فرد علي التعاقد و خصنا هذا كان يطلب دائما للشغيلة كما يقول دائما تريد تحسين وضعيتها و تريد تحسين لما لم يكن اختلف المتعاقدين يشوفوا رسوم لا يوجد انتيازات لدينا الموظفين القطاع التعليم للوظيفة العمومية و بالتالي كانت مطالب احتجاجات و انتقادات في هذا الموضوع الاختيار للنظم التعاقد و كما يقول بالنسبة لنا كمركزية نقابية كنا دائما كنا طالبوا في هذا الموضوع للتعاقد دائما بتحسين النظم للتعاقد و كنا كنا طالبوا بالتساوي الموضف المتعاقد في الأكاديميات و للتوظيف الجيوي مع الموضفين الذين كانوا في القطاع العام في الوزارة التعليمية الوطنية هذا كان مطلب دائما كالتحاد و كمركزين القابية دائما كانوا نستطفوا مع المطالب المشروعة و المطالب المعقولة لرجال التعليم سواء المتعاقدين أو سواء تحتل الموضفين في القطاع العام كانوا يعانون مجموعة من المشاكل هالزنزانة سعود هالزنزانة عشرة هالدرجة الجيدة مجموعة هذه إشكالات رحنا كنا نطلب بها فيما يخص قطع التعليم بالطبع من اللي جاءت الانتخاب الدين 2021 فهكما قلت لك هالشاركة اللي كتجمعنا مع العدل التنمية و كتجمعنا كذلك يعني بالطبع فأثناء التدافع أثناء التنافس الانتخابي وأثناء التنافس لا بد أي نقابة تسبقك ولا تحصل على مقاعد رح تحمل تكتلك لا هذه النقابة هذه العدل التنمية ولكن أنا شرحت لك في الأول بأنه قررت لك اتخذ الحكومة هذه كتخذها كحكومة والعدل التنمية كمكونا من المكونات مقدروا بيدنا كنت تافقوا معها وبعد المرة كانوا ضد ها مجموعة الاحتيجاجات كانت في عهد الحكومة البنكيرا مركزيات النقابية قطع التعليم قطع الصحاب مجموعة من القطعات كنا نعملوا وقفات وإضرابات في عهد الحكومة البنكيرا وكذلك في عهد الحكومة تسعد العثماني إذن هالشي دابا كيقول كالكلام ديل تحميل النقابة والمركزية النقابية مع الجانب الإعلامي ولو وغير نقول كان 2021 شيطانة وحنا بالمناس ورحنا بدين الانتخابات حنا اللولين قبل من العدلة والتنمية وفعلا يمكن يمكن يكون ناك يقول لك رحنا أول بعد نقابات ومراسل الوزارة الداخلية كان إشكال في المنظومة الانتخابية التي كانت نظمة الانتخابات الانتخابية كان كنا متضررين في الأول من المنظومة الانتخابية بالطبع على المستوى الإعلامي والمستوى التنافس مع النقابات بالطبع هذا الجزء الإعلامي يحمل المسؤولية العدلة والتنمية فيما خصص صندق المقاصة التعاقل وغيرها من المنظومة الانتخابية وغيرها الأمور التي وقعت في الانتخابات 2011 كان عمله تقييم للأداء للاتحاد الوطني الشامواري خلال السنة الماضية ونستعد للسنة المقبلة وخلال هذا التقييم نقدم تقرير كأمين عام الاتحاد وكتب وطني نقدم تقرير مفصل على جميع الأعمال التي قمنا بها جميع الأنشطة دينا جميع الخطوات التي قمنا بها سواء على المستوى التنظيمي والهيكالي سواء على المستوى الدينامية النضالية سواء على المستوى المحطة النضالية التي قمنا بها سواء كذلك على الأمور تكوينية والتعطيرية سواء كذلك على الأداء الممثلين دينا في المجلس المستشعرين وكذلك الأداء الممثلين دينا في المؤسسة الأخرى التمثيلية التي كانت مثلا في مجلس الصدق وطن ضمن الاجتماعي ومجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي ولا كذلك في مؤسسة الاجتماعي التعضل كيكون عندنا واحد تقرير شامل والحمد لله الأخ والأخت اللبنة العلاوي اللي كيمتل الانتحاد الوطني الشهر المغرية في المجلس المستشعرين دائما كيوافيونا لأننا بحكم الأخ والأخ والتستي وعوضهم عنه كذلك في المكسب الوطني هو المسؤول المكلف بالجانب الإعلامي وكذلك هو الآن في المجلس المستشعرين كيقدم لنا دائما تقرير يعني على الأداء دياله والأخت اللبنة كيقدم لنا تقرير الحمد لله على يعني على الأعمال ديالهم اللي كيقوموا به سواء على المستوى الشريعي أو على المستوى الرقابي ذي الحكومة أو على المستوى الديبلوماسي والحمد لله كما كيتبعون أنتم ماراك متبعين وصائل الإعلام كما كيتبعوا المناظلين ديالتحاد وطن الشمهور كما كيتبعوا جميع المكونات ديال الشعب المغربي اللي كيتبعوا يعني لو نقول الحوارات ولا اللقاءة اللي كتكون جلس مستشارين ولا الأمور اللي كتكون في المناقشة اللي كيقع في اللول اللي كانت وقعت على مستوى البرنامج الحكومي ولا على المستوى كذلك المناقشة السنوية للقانون المالي المشاريع القوانين المالية ولا كذلك الأمور المشاريع القوانين اللي كتطرح على مستوى البرنامج فالحمد لله الأداء ديال الممتلين ديالتحاد الحمد لله وكيكون دائما نحنا بتنصيق بالطبع دائما المواقف اللي كيأخذها الأخ والأخت المستشارين ديالنا المجلس المستشارين دائما كيكون بتنصيق مع الأمن العام للاتحاد والحمد لله الأداء ديالنا مشرف الأداء ديال الأخوين مشرف لا سواء على المستوى المراقبة الحكومة لا على المستوى من خلال الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية اللي كيقوموا بها ولا الإحاطات ولا كذلك الحوار مع الوزراء ولا التواصل مع الوزراء ولا التفاوض مع الوزراء خلال لجان والمداخلات ديال الإخوان ودين الأخت خلال اللي جان كذلك اللي كتنعقد ولا كذلك العمل الدبلوماسي اللي كيقوموا بها الأخو الأخت من خلال مشاركة دينهم في اللجان يعني مثلا الأخارات التي يحضر في موضوع دي القضية الفلسطينية دائما يعني جميع الأنشطة اللي كتقام للمؤتمرات دي البرلمان دي المنظمة دي الدول الإسلامية ولا كذلك غيرها من الدول العربية ولا المؤتمرات كتقام دائما كيمتل المواقف دي الاتحاد الوطني يعني حول هذا الموضوع دي الدعم القضية الفلسطينية وكذلك حول موضوع المطالبة دينا كاتحاد الوطني دائما كعبر على المبادئ دينا من خلال أننا كان طالبوا بالإيقاف دي للتطبيع مع الكيان الصيوني وكان طالبوا مرة أخرى بإيقاف هذه الاتفاقيات وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصيوني وكذلك إغلاق المكتب دي الاتصال دي الكيان الصيوني عنها في المغرب وكذلك مطالبة بإغلاق هذه أو بحل هذه اللجنة دي الصداقة اللي كانت في مجلس النواب دي الصداقة المغربية مع الكيان الصيوني واحد مجموعة من المطالب حول القضية الفلسطينية كي عبروا عليها الأخ والأخت في المجلس المستشاري وكذلك دائما كي عبروا على القضايا دي الشغيلة وكي ترحوا القضايا دي الشغيلة المغربية والمعاناة ديهم سواء في ظروف العامة كما تكلمنا على قبيلة سواء الموضوع دي التسريح دي المقاولة العمال سواء المشاكل اللي كانت تقال العمال حول الظروف دي العمل ديهم في المعامل وفي الإدارة العمومية وكذلك كي الهاتف اللي كانت تكلموا عليه بصفة عامة مضرورة يعني حل المشاكل العالقة الشغيلة المغربية سواء في القطاع العام أو في المؤسسات العمومية أو في القطاع الخاص أو في القطاع الخاص والحمد لله يعني كما كانت وما راكم كان وسائل الإعلام وما راكم متبعين للأداء الممتلين دي الاتحاد الوطنة الشغيلة في مجلس موسى الشارع اشتركوا في القطاع